أكدت الدكتورة بوثينا شعبان المستشارة السياسية والأعلامية في رئاسة الجمهورية أن أغلبية الشعب السوري تدرك أن ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا وتونس هو من أجل خدمة الصهيونية بمشروعها في الصراع العربي الإسرائيلي وأضافت شعبان أنه لذلك فأن الشعب السوري سيظل يفكر بفلسطين ويحب فلسطين ويعمل من أجلها لأن فلسطين وسوريا والعرب كلهم مصيرهم وقضاياهم ومستقبلهم واحد مؤكدة أنه لم تكن هناك ردة فعلا في سوريا على بعض الغضاضات بالتصرف من قبل بعض الفلسطينيين على الإطلاق وأشارت شعبان إلى التضحيات التي بذلها شباب فلسطين إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب في سوريا